بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نبدأ بالهندرد ستلنج اللي هو لارد جمبر بارتيكال برزنت عندما يتحدث عنه يجب أن تكون عارف أنه الهندرد يختف عن فري ستلنج لأن فري ستلنج يكون لديك بارتيكال حرة الحركة لا تأثر فيها البارتيكال لا تضرب ببعض فبتالي منسمي فري ستلنج عندما يصبح تأثير و تضارب بين البارتيكال و معلوم الوحيد التفش ببعضهم ويستمرت التلفز ببعضهم قد يقوم الأحيان بإحتكاك وهي نزلي واء لأخير يؤثر بعملية الستلنج خاصة هذا نسميه الهندرد ستلنج بالتالي ستلنج سيكون فيه الهندرد ستلنج الهندرد ستلنج ستلنج سيكون فيه اله كما هو الهندرد ستلنج الـ Free Settling و منها نطلع الـ 100 Velocity Settling بالتالي الـ 100 Velocity Settling الـ 100 Velocity Settling هم شغلتها اول اشيء او ثلاث شغلات اول اشيء اريد ان تعرف كيفية الـ Viscosity لا الـ Slurry الـ Compound كامل الـ Compound كامل يختلف عن الـ Viscosity الـ Fluid بالتالي عشان تطلع الـ Viscosity الـ Slurry كامل تستخدم هذا القانون الـ Viscosity على الـ Viscosity يساوي 1-5 ضرب 1 ناقص على الـ Voidage فبالتالي ماذا نفعل؟ فعليا الـ Viscosity لن تستخدمها لن تستخدمها ونحن نستخدم الـ Viscosity ونحن نستخدم الـ Viscosity لا يستخدم الـ Fluid ونحن نستخدم الـ Viscosity ونضع الـ Viscosity لن تستخدم الـ Fluid لأنها لا تستخدم القوانين لن نستخدم الـ Viscosity ونحن نستخدم الـ Viscosity ونحن نستخدم الـ Visc anti-Visc و اللي هي بارتيكل إياه فلوت بالتالي إحنا سوينا علاقة بين Settling Velocity وبين 100 Settling Velocity والFree Settling بالتالي العلاقة بناتهم هو هذا القانون فإذا كنت تلاحظ فإذا رفعت شيء أقل من 1 لقوة سيصبح عندك فراكشن يعني هذا الرقم فراكشن لما ينضرب بالUT سيصبح عندك 100 Settling Velocity ستطلع أصغر من ستطلع أصغر فبالتالي بهمك أنك تعرف قدرش الUT ونحن عرفنا كيف نطلع الUT بكل بساطة الـ Voyage بهمك الآن سأجلبها عن تلك هذا الرقم ما يعني هذا الرقم؟ هذا الرقم علاقة بين رنون الدنبر والقوة التي يجب أن ترفعها فبالتالي كيف أريد أن أشتغل سأقوم بساطة أقوم بقوة نحن 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 من ومن نحن النقل نحن نحن نرى لن نحن نعطينا بحكينا Particles dp فdp هو مضعين معطيك إياها ال-Sg معطيك إياها ما يعطيك الدنسيتي فا بدأتك أدرى بالك بحكي لك Particles are settling under the force of gravity in Carbon Tetrachloride at 20 Celcius ما يعطيك برضو ال-Sg ومعطيك The Volume fraction of solids in CCL4 is 0.2 لما يحكيلك The Volume fraction معناته ال-VOLUM occupied ال-VOLUM occupied هو 0.2 معناته Not occupied مشوا نفس الفويدج وعنده 0.8 هي راح تكون هاش الويدج فبالتالي هي انا هيك طلعت الويدج جهزت الويدج الاس جي موجود معي والاس جي موجود معي ايش بقدر اطلع؟ بقدر اطلع الدنستي لك الوحدة كيف بطلع الدنستي لك الوحدة؟ بانك عن طريق قانون الاس جي يساوي الرو تاع البارتكلز مثلا على الرو تاعة الووتر نفس الاشي بالنسبة للتتركلورايت اس جي تساوي الرو تاع الفلويد فعلي الرو تاعة الووتر بالتاليOSS جي أضرب الرو تاعة الووتر طلعت منهاين يعني دعم الس جي ضرب الرو تاعة الووتر طلعت منها الرو تاعة الووتر واس جي ضرب الرو تاعة الووتر طلعت منها الرو تاعة البارتكلز ولكن caire هذه التي هذه الووتر والاس جي هيثة الحمومة خارجت المبتمر بهوثة القيام بالتالي ما جدي これهي عمل يرد Rh غدن كل شيء لكن لك futuro انها vanhe ی große units gy tail فلنقص FBS لأن الدنسيتي في هذه الحالة ستكون 62 البي على كل فت تكعب ليس 1000 مثل S-I-Nets بالتالي طلعنا الدنسيتي في الفلود وإلى آخره طلعنا الفيسكوزيتي جاهزة معنا طلعنا الفرق بالدنستيز طبعا هو عامل الفرق بالدنستيز لأنه بالمعادلة ستستخدم الفرق بالدنستيز فهو ريح حاله يعني من البداية عامل الفرق بالSG نقص S-G على الفلود طلعه 2.4 فلنقص S-G على الواتر بالـ 2.4 ايه رح ضرب الدنسي بالـ S-G اللي هو الفرق بيناتهم عشان يطلع لك هو المعادلة جاهزة ويروح يعوذ الرقم مباشرة بس انت عادي إذا ما بدك تتويها الحركة بكل بساطة بطلع دنستي للفلود و للبارتكال وبطلعه تعوذ كل واحدة بالقصد في جو المعادلة وبطلعه معك الجواب يعني الـ G موجودة معنا البارتكالي موجود معنا الفيسكوزيتي موجود معنا هي موجود هون الـ 2 روز موجودة معنا بتاني معنا كل اشي عشان نطلع K فهو رح ايش سوى حسب K طلعت مع K فقال لك K انا بدأ عملها assumption على الـ Settling Regime اللي هي بتطلع معه تقريبا الـ RENOL بتطلع معه طبعا هم بحكي لك طبعا هم بحكي لك almost in stock slow range ليش in stock slow لانه 2.6 كان الريجيم لك بحكي بحكي لك 68.9 نظبوط بالتالي المكافئ لها كان 1 كان 1 و 1000 هنا فبالتالي بما انه انا طلعت معي K 2.56 معناته هي اقل بشوية صغيرة من 2.6 معناته رينولد قدرت شرح يطلع معك اصغر من 1 بشوية صغيرة فقدش طلعت معه رينولد 0.88 طبعا هم ما راح عمل اتريشنز ولا اشي بس طلع على السريع رينولد و راح عوض هون طلعت معه 4.1 بالن لما راح عوض 0.88 طلعت معه 4.1 فبالتالي هو تطلع الن طلع على الرينولد حسب UT طبعا ليش راح حسب UT على هذه المعادلة لانه ركا تطلعت معنا اصغر من اصغر من شو اسمه ال 2.6 بالتالي انت موجود بحلينا ارجيك في هذا الرجيم موجود انت هون انت موجود هون تستخدم 15 عشان تقدر تطلع UT طلع 0.024 بالتالي موجود معك UT ممتاز المام موجود معك ممتاز موقع طلعنا N موجود معك High وموجود معك ن الاشيال نفتق المتق المتق 0096 يقال 0.0096 كما ترى المتق الانت كل شيء من الـ Free Settling بالتالي هيك انت بتكون يعني خلصت كل شي بما يخص الـ Settling أو الـ Free Settling أو الـ Endred Settling بشكل عام يعني أتمنى انكم تكونوا فهمتوا لهون ويعطيكم ألف عشي